اشتركوا في القناة ومن ذلك أنه يوالي عليهم مواسم الخيرات مثل أشهر الحج إلى بيت الله العتيق الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فهذه الأيام المباركات عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله خير من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله ولا العشر الأواخر من رمضان يعني كأنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أياما فاضلة أخرى قال ولا العشر الأواخر إلا من خرج قال ولا الجهاد في سبيل الله قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذا يدل على فضل هذه العشر المباركة التي تأتي على المسلمين كل عام الله سبحانه وتعالى يوالي مواسم الخير على عباده ليتزودوا لأنفسهم ولي يعلموا فضل هذه المواسم فيعظموها ويتزودوا فيها الخير لأنفسهم قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهذه عشر مباركة عقبها الحج إلى بيت الله الحرام والوصول إلى المشاعر المباركة والتزود من الأعمال الصالحة والله جل وعلا أمر خليله إبراهيم لما بنى البيت قال له أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال يا ربي وماذا يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ فصعد إبراهيم عليه السلام على جبل الصفاء قال أيها الناس حجوا فإن الله كتب عليكم الحج فحجوا فكل من لبى بالحج إلى يوم القيامة فإنه مجيب لهذا الأذان المبارك الذي نادى به أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك التلبية إجابة لهذا النداء المبارك من أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه خيرات تمر على المسلمين موسما بعد موسم ليتزودوا لأنفسهم وليقدموا لأنفسهم من هذه الأيام فعل الخيرات ويفعلوا فيها ما شرعه الله لهم فهي خير يتوالى على هذه الأمة ولله الحمد الصلوات الخمس اليوم والليلة خمس مرات الحج كل عام وهكذا مواسم الخير تتوالى على هذه الأمة فيتزودوا لأنفسهم ويدخروا لأنفسهم أعمالا صالحة في هذه المواسم العظيمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المشاركة بفعل الخير في هذه الأيام وهذه المواسم وأن لا تمر علينا ونحن غافلون أو منشغلون عنها أو لا نتنبه لها فهذا من الحرمان نسأل الله العافية والمسلم الذي يخشى الله ويتقيه يعظم هذه المواسم ويعمل فيها لنفسه ويدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لأقاربه وليخوانه المسلمين ليعم الخير والمسلم واحد من المسلمين يكون عضوا نافعا للمسلمين في هذه المواسم وفي غيرها أسأل الله التوفيق والإعانة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خير الشيخ صالح على هذا الاستفتاح المبارك ترجمة نانسي قنقر